بص لما تبقعد فهي قاعدة عمتا سواء في شغل اجتماع او قاعدة فيها ناس كبيرة مثلا اعمامك اخوالك اجرانك ناس كبار يعني اتعود دائما انك ما تتكلمش يعني او كلامك يكون قليل اسمع اكتر ما تتكلم ده ليه خاصة لو ناس كبيرة مثلا في السن يعني كبيرة سنا وكذا عنك بكتير وبتكلموا كلام حتما انت من جواك الكلام مش هبلدد عليك او مش عاجبك بمعنى الصح هتبقى عايز تتكلم تعطرد وانت لو تكلمت كلامك مش هيعجبه فقطه من الكلام احسن واسمع اكتر ما تتكلم يمكن سمعك اكتر ما تتكلم ده تستفد بحاجة وهو ما استفدتش بحاجة مثلا معلومة مفيدة على هواك مثلا فرص او يعني الصمت موهبة ومنها تبقى رياحة دماغك وفي نظره قدامك اسمك شخص محترم وعاقل وعزين واعد بتسمع حتى لو مش طاق حديث او مش حابب انك تخليه كامل الكلام بس اعد يعمل وعمل نفسك مراكز معاه وخلاص ويصرح فيها حاجة سداني بجد جارة باسمع اكتر ما بتتكلم اترتاح جدا في حاجات كتير في عياتك حقيقة بجد والله عن تجربة فكر فيها بالله عليك شكرا